تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري دومينيك سوبوسلاي اسم بالتأكيد قرأته في الأيام الأخيرة وإنت بتقرأ أخبار سوق الانتقالات لعب سارسبورد اللي ترك بصمة مميزة هالموسم في دوري أبطال أوروبا واسمعنا ريال مدريد يريدو بايرم يونيخ يريدو باريس سان جيرمان مهتم فيه أرسنل محتاجه عشان يعود أوزيل اسمعنا عن كثير فرق بتحاول للتعاقد معه لكن اللاعب المجري يبدو أنه في طريقه ليصدم الجميع وقرر أخذ قطوة مختلفة تشبه شوي قطوة هلند فبعد أيام من التحدث عن اتصال مباشر بين زين الدين زيدان واللعب المجري أكدت صحف ألمانية إسبانية إنجليزية أنه اللاعب حسب أمره وقرر الذهاب لتمثيل ليبزيك الألماني تحت قيادة المدرب الشاب ناجلزمن فاللاعب الشاب الموجود عام 2000 يرى أنه عليه عدم التسرع وأخذ خطوة كبير كثير يروح على دوري من الدوريات الأصعب زي الإسباني والإنجليزي ويمثل فريق عليه ضغط أكثر زي ريال مدريد أو بايرم يونير وقرر يمشي على خطى هلند بالاتجاه إلى ألمانيا صحيح لكن لفريق غير مطالب بالبطولات فورا وهذا الشي حيمكنه أنه يسقط موهبته بهدوء يلعب في دوري أقوى من الدور النمساوي أكيد ويعتاد على المشاركات الأوروبية بطموح معين مقبول بعدين تيجي الخطوة التالية الأكبر اللي ربما تكون مع فرق من الفرق التاريخية لاعب وسط متعدد المراكز لديه فعالية عالية في مسألة التأثير من حيث تسجيل الأهداف والصناعة كما أنه أكثر شي لفت الانتباه فيه بالنسبة لعمره اللي هو عشرين سنة شخصيته القيادية اللاعب حينتقل للايبزيك مقابل 25 مليون يورو اللي هي قيمة فسخ عقده لاعب وصفته سكاي سبورت بقولها من أفضل المواهد اللي في أوروبا صعدت آخر سنتين من الواضح أنه ألمانيا باتت تكسب معركة المواهب الشابة في الفترة الأخيرة لأنها بتمنحهم دقائق لعب كثيرة بفرق محترمة وتنافسية بفرق بتحاول تجيب ألقاب محليا مثل لايبزيك مثل دورتمون عم بيعطوا لاعب عمره 16 و 17 و 18 مركز أساسي وعم بوطفوه وعم ما بيخلوه مهدد من لاعب مخضرم في مركزه هذا الشي بخلي اللاعبين الشباب بيختاروا هاي الفرصة لأنهم بدهم يضمأنه لمسيرة طويلة ناجحة مش مجرد خطوة فيها مغامرة كبيرة لفريق كبير وبعدين يتفاجأ أنه ما عاد يلعب فالناس بتنسى وتصبح مسيرة طعيفة عبر تاريخها ألمانيا نهجها الجديد عم بيخليها دائما تكسب معركة المواهب كما يبدو